تجارب افتراضية وخطط استباقية وضعتها معظم الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في السعودية بعد اعتماد العمل عن بعد للحد من تأثير فيروس كورونا على سير الأعمال من تقريبا حوالي الأسبوعين قبل الإعلان عن العمل عن بعد قمنا باختبار وتجربة التقنيات لضمان جودتها وأيضا إمكانية استخدام الموظفين لها والتعود عليها فخلال الأسبوعين الماضية من بدء العمل عن بعد فوصلنا لأكثر من 13 ألف مكالمة ما بين الشركة وموظفينها وأيضا شركانا في العمل كان بتوجيه مع الوزير إنه يتم إنشاء مركز استجابة لدعم المستثمرين هدف أنه يكون العصب الرئيسي اللي يتعامل مع المستثمر لرد على الاستفسارات وحل التحديات ثقافة العمل عن بعد أظهرت تحديا مستقبليا عقب انتهاء أزمة الحجر الصحي إذ يرى بعض المختصين أن المحاسبة على إنتاجية الفرد هي المقياس لإدارة الأعمال في حين يرى آخرون أن ساعات العمل المكتبية ستظل مطلبا مهما لا يمكن الاستغناء عنه لاحظنا أن في بعض الأعضاء في الفريق عنده مهارات قوية في موضوع التواصل في موضوع مساعدة الفريق في استخدام التقنية موضوع القيادة في بعض الأمور وإنجازها في أشياء يمكن ما كان الواحد يلمسها أو ما كان يشوفها في الوقت العادي ولكن لاحظنا بشكل كبير وبعد مرور أسابيع على بدء معظم القطاعات في تسير أعمالها عن بعد أثبت أكثر من مليونين ومائة ألف موظف يعملون من منازلهم قوة البنية التحتية لقطاع الاتصالات في السعودية الذي سهل استمرار العمل دون عوائق أجواء الجودي العربية الرياض